أعود إلى درعاء ولآخر التطورات من هناك انضم لنا عبر الأقمار الصناعية مراسل أخباء الآن محمد الحراني محمد مسل خير إذن النظام يساعد من قصفه من جديد لدرعاء ما تفاصيل ما جرى؟ نعم خديجة عشرات الغارات الجوية اليوم على قرى وبلدات محافظة درعاء ولاسيما مدينة ابطع التي تقع في ريف غربي من محافظة درعاء كان لها النصيب الأكبر من هذه هي الغارات الجوية للمقادلات السورية حيث سقطت عدة صواريخ على هذه البلدة الصغيرة تتزامن هذه العملية الجوية لقوات النظام بعمليات تقدم لقوات النظام من شرق بلدة ابطع إلى الكتيبة المهجورة والمزارع المحيطة بما أدى إلى تهجير كافة أهالي بلدة ابطع ونصف سكان بلدة ابطع اليوم هم مهجرين من بلدتهم نتيجة القصف الذي يشنه قوات النظام على هذه البلدة تتزامن هذه العملية باشتباكات متقطعة ما بين قوات النظام السوري وفصال الجبهة الجنوبية بعد لمحاولة تقدم قوات النظام لهذه المنطقة التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للطرفين فهي تتوسط محافظة درعاء بالإضافة تقع ما بين طريقين دوليين طريق الاسترات الدولي دمشق عمان الواصل إلى نصيب والطريق الثاني اللي هو الاسترات القديمة الواصل من العاصمة دمشق إلى معبر الرنثة الذي يسعى النظام إلى الوصول إلى المعبر وفتحه من جديد تتزامن الغارات أيضا على كل من بلدات المحيطة من بلدة ابطع كمدينة داعل كان لها أيضا نصيب من هذه الغارات مع سقوط عشرات الجرحى في تلك المنطقة بالإضافة إلى دمار هائل وكبير بالبنى التحتية في تلك المنطقة جديد بالذكر خديجة أن عمليات القصف أدت إلى تهجير معظم سكان بلدة ابطع حيث أن الحي الجنوبي والحي الشرقي هما خاليين الآن بشكل كامل من المدنيين وأعلن الجيش الحر صباح اليوم أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية ليهدف من خلالها الجيش الحر لصد تقدم قوات النظام هناك معارك قديمة جديدة قادمة في تلك المنطقة ما بين قوات النظام وقوات الجبهة الجنوبية لمنط تقدم قوات النظام في الريف الأوسط والريف الغربي أيضا قامت قوات النظام باستهداف بصر الحرير في ريف درع الشرقي وأيضا في استهداف بلدة الحرق والصورة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات محمد الحلاني مرسل الأخبار الآن كنت معنا عبر القمص صناعية مباشرة من درعا ترجمة نانسي قنقر